تعالوا نجرب بالله عليكم شيئا منقرضا يسمى قيام الليل ازاي الليل عندك ثلاثة اقسام والاستعادة الحقيقية اما ثلثه الاول من الساعة التاسعة للثانية عشرة واما ثلثه الثاني من الثانية عشرة حتى الثانية صباحا واما حتى طلوع الفجر حرص؟ لانت قسمت الليل من العشرة للفجر هذه الايه السوايعات انا عايز ابدأ ما استطعنا اقول لك خم ساعتين لا وراس ثلاث ساعة تريد الاول خليها ربع ساعة سبع دقائق تقرأ فيها القرآن تعمل تسخين لمطور القلب طواعية لله والسبع دقائق الاخرى خليها ركعتين ابكوا فيهما اللي لم تبكي فتباك بعد شهرين ثلاثة ان شاء الله على موسم الحج وان كنا من اهل الدنيا خلي الرمع ساعة دي خليها ثلث ساعة بعد ستة اشهر خليها نصف ساعة عشر دقائق ذكر عشر دقائق قراءة القرآن عشر دقائق صلاة اختار الوقت اللي يعجبك قبل النوم او نمو استيقظ او قبل الفجر تمام الثلث الاخير من الليل دي قصة اخرى المستغفرون بالاسعار اذا وضبنا على قيام الليل هذا ايه اللي عليك يحصل اول شي اشراق نور الايمان في داخل قلبك فيظهر على قسمات وجهك وعلى جوارحك حسن البصري كان اقرب الى السواد وكان يظهر عليه بهاء في الدروس يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله الانسان سبحان الله لما يوضب على قيام الليل هذا شرف المؤمن الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل بالله عليه لو قيل لك ان الوزير اللي تتبعه او رئيس المؤسسة اللي تتبعها بيحب يلف كده يجري في التراك شوية قبل الفجر بساعة وانت لك موضوع عنده مهم جدا لن يحله الا هو ها او الا هو بلاش الا هو دي الا هو هذا الانسان يعني سبحان الله مش هتحرص على انك تروح تلتقيه وتعمل انك بتمرس الرياضة زيه ها صح او لا وتيجي جابه يقولنا يا طويل عمر ما شاء الله ايه لجابك الساعة ثلاثة يا راجل يا راجل المؤمن خلال تنطلع عليه هلا وتقم منه الطلب بتقول والله يا بارك الله فيه طفيني الورقة يلقع لك عليه ليه لانك حريص على قضاء مصطحتك شوف رب العباد عز وجل الذي يتنزل الى سماء الدنيا كل ليلة الا من مستغفر الا من تائب الا من صاحب حاجة الا من كذا الا من كذا الله يبا اذا العجيب ليس من فقير يتودد ولكن الاعجب من غني يتحبب صح او لا من الغني الله ومن الفقراء نحن ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد بالله عليك انت شفت الغني من الاغنياء ذهب للفقير يقبل يد ورس الله يرضى عنك عشان خطري الله يبارك فيه تقبل العشر تلف دي الله يرضى عنك ويوصلك الجنة لو يقول الله يرضى عنك متسة وتترديني مكسور الخاطر بالعكس دول ما يلاقي الفقير مولا يقطب جبينه ويعطي جنبه ويعطي يطي ظهره قالوا ترتعال يوم القيامة يحمى عليها وبعدين تقوى بها ايه جباههم اش مانا جباههم انه قطر او جاي يطلق سبحان الله وجنوبهم ليه اعطانه جنبه وظهورهم ليه اعطاه ظهره لكن رب العبادة عز وجل ما رفع عبده من يديه اليه الا واستحى رب العبادة ان يردهما اليه خائبتين لا اله الا الله العبد المؤمن العبد المؤمن الصادق هو الشرفه في السعادة الحقيقية ان اتواصل مع سعادة داخلية بقيام الليل فاذا قمت الليل اشرق ايمان سبحان الله الايمان في القرب وبعدين ربنا يبارك في العمل يبارك في عمله ثم يبارك في الوقت ثم يبعدني عن الاثام ثم يفتح لي ابواب الطاعات حتى وان لم اسر نحوها ويغلق في وجه ابواب المعاصي حتى وان سرته نحوها وقيام الليل طارد للمرض فلا تجد مقيم ليل عند ضغط ارتفاع في الضغط توتر توتر عصاب سكري تقولي ده من التوترات العصبية التي عندنا الايحاء بان عندنا من الهموم ما لا يعد ولا يحصى هذه كارثة كبيرة واحد عندهم في المصدع ثلاجة للمواد حفظ الاخذية دخل فاغلق الباب عليه فلاحق وجد دفتر اللي بيسجلوا فيه الكميات بعد مدة فتحوا وجدوه قد مات يكتب يقول اشعر الارتعاش في بدني ورود في اعصابي اشعر بان ارترافي قد تخدرت انا لا استطيع ان اسمع الان عيناي بدأت الى ان انتهى الخط بوفادي ولما دخل عليه واخذوه ميتا وجدوا ان الثلاجة اصلا مطفأة وليس فيها اي نوع من التبريد ايه اللي حصل له الاحاء بالله عليك انا ممكن اقول لك الان ايه لعلمكم ما شاء الله ابنائنا في الملتقى خلوا بالهم من القاعد بس خلوا بالك الكرسي اللي انت جاعد عليه ده بصراحة دينه سنة ما حد جاعد عليه فاحتمال يكون فيه حشرة كده حشرة كده خلوا بالك لو حاجة تنتظر الله ايه صحيح وانا مان رجد كده ايه تني يهرش تده اه المضوع يزداد يحمر جلده المضوع ينقلب الحقيقة وهو فين الخيال اين الخيال سبحانه هذا في مخيلات ايه هو هذا في مخيلات بالايحاء الايحاء اللي عمله سحرة فرعاون اما ان تلقي اما ان نكون اول من ارخ قلب الالخو جابوا انابيب بلاستيقية حطوا فيها سائل الزبق كان متقدمين جدا قارون وهو احد اعمدة الاقتصاد اليهودي والاسرائيلي في مصر في زمن موسى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه كان يحول الزبق وهو معدن خسيس الى ذهب وهو معدن نفيس قال انما اتيت على علم عندي فكان عنده كمياء المال وليس كمياء السعادة المهم فجابوا الانبيب البلاستيقية حطوا فيها سائل الزبق وقالوا موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى عيد شم النسين عند المصرين في شهر مارس وكيلو ابريل وبعدين القوا الحبال يخيلوا اليه من سحرهم انها ايه هم جايين مستعدين ليروا سحرا ولما القوا الحبال بدأ الزبق يتحرك الى ان يستقر مع شعة الشمس مع نبيب بلاستيقية يرى ظاهرها من باطنها المهم من ده كله فعندهم ايحاء واقتناع ان فيه سحر سوف ايه حتى اوجس الكريم نفسه الكريم نفسه اوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى سبحان الله ألق ما في يمين خلاص العبد مننا يأتمر بامر الله عز وجل فلما يأتمر بامر الله يجد السعادة مقبلة عليه اما يناكد امر الله سبحانه لم تسعده لا اموال ولا كراسي ولا ولا سبحان الله العظيم ولذلك العبد الصادق المؤمن هو الذي يحاول يأخذ معلم من رمضان انه هو يبدأ بس المعلومتين او الاقتراحين اللي قلته اقتراح الاول ان نحفظ ابنائنا القرآن صغارا قبل ان ينفلتوا منا ثم محاولة قيام الليل عطاء ابن رباح كان ساكن مع زوجته وامه فكان يقسموا الليل ثلاثة اخسام تقوم زوجته اول الليل ثم توقظ ام زوجها فتستيقظ ثلثة الثاني من الليل فتوقظ ولدها عطاء فالمهم يقوم حتى الفجر فلما ماتت امه قال لزوجته علي لنقسم الليل قسمين عشان لا يهدأ القيام في بيت عطاء فكان يقسم للنصفين هو وزوجته فلما ماتت زوجته عاش عطاء بقية حياته يقوم الليل كله حتى يضيء البيت بقيام الليل اذا احنا عايزين هما دول كانوا ناس واحنا ناس ابد هما بشر وإحنا بشر فهو كان عندهم نسخة من القرآن غير النسخة التي عندنا ابدا ابدا اذا نفس القضية سبحان الله فقيام الليل مكفر للسيئات يعطيك بركة في العمر بركة في الرزق مقرب لله عز وجل توافق فيها لحظة من لحظات التنزل الالهي لحظة رضا فينظر الله اليك نظرة رضا ومن نظر الله اليه نظرة رضا لن يعذبه يوم الخيامة شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي